بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن حي الله أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس القرآن الكريم اليوم نحن مع سورة التوبة هذه السورة العظيمة التي تاب الله عز وجل فيها عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ولن أحدثكم منهم وإنما سأرجع الحديث عن هذه القصة إلى درس قادم بإذن الله جل وعلا ولكني أطلب منكم أن تبحثوا عن قصة الثلاثة الذين خلفوا من هم وما قصتهم وكيف تاب الله جل وعلا عليهم اليوم الآيات من سورة التوبة من الآية مئة واربعة وحتى الآية مئة واربعة عشر أهداف درس اليوم وكل يوم لا بد أن يكون لك أهداف تسير عليها قبل قراءتك لكتاب الله جل وعلا أول هذه الأهداف الحصول على الأجور العظيمة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يكون شفيعا لأصحابه ولذلك نحرص على هذا الأجر العظيم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا بكل حرف حسنة فكم من الأجور تنصب على العبد إذا أخلص النية لله جل وعلا حين قراءته لكلام الله جل وعلا لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الأمر الثاني التخلق بأخلاق القرآن الكريم وهذا كما هو هدف هو أدب أيضا لا بد أن نتأدب به نحن نرجو أن نتخلق بأخلاق القرآن ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب وممارسة وحرص ودعاء نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتخلقون بأخلاقه أما آداب التلاوة فلا شك أنكم تعلمونها وأنكم تتأدبون بها ولكن من باب الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أول هذه الآداب الطهارة وأتمنى أن يكون الآن من ينظر للشاشة الآن متطهرا فإن الطهارة سن في كل أحوالك فما بالك إذا قرأت القرآن فما بالك إذا أردت أن تمس المصحف فلا بد أن تكون متطهرا الأمر الثاني تهيئة المكان تهيئة المكان المناسب الذي ليس فيه صوارف أو شواغل تصرفك عن كلام الله جل وعلا أقبل بسمعك وبصرك وقلبك على قراءة كتاب الله جل وعلا الأمر الثالث التخلق بأخلاق القرآن كما قلنا لكم أنه هدف وأيضا هو أدب نتأدب به ونلزم أنفسنا به حتى يتوافق القول مع العمل العلم يهتف بالعمل فإن وافقه وإلا ارتحل لدينا بعض التنبيهات لدينا بعض التنبيهات التي لا بد أن نحرص عليها عند قراءة القرآن أول هذه التنبيهات المتابعة في المصحف فرق بين من يستمع ويعمل حاسة السمع فقط وبين من أحضر المصحف الآن وفتحه وبدأ يستعمل حاسة السمع وحاسة البصر فرق بين الاثنين الأمر الآخر التركيز على النطق الصحيح نركز على كيفية النطق الصحيح سواء كان بالسمع أو بالبصر الشفتان لها طريقة في تحريكها عند بعض الحروف وبعض الحروف لها مخارج من الحلق من أقصاه أو من وسطه وكل حرف له مخرج خاص به فلذلك لا بد أن ننتبه لكيفية النطق الصحيح عند قراءة كلام الله جل وعلا القراءة بتأني القراءة بتأني ألحظ أحيانا على بعض الطلاب عندما يخطئ خطأا في قراءته وأنبهه عليه أنه يستعجل في تصحيح الخطأ فيزيد من الخطأ ولكني أطلب منه أن يتريث وأن يتأمل في الكلمة والحرف والحركة ثم بعد ذلك إذا تأمل أدهاب الكلمة ونطقها نطقا صحيحا فإياكم إياكم والعجلة الأمر الثالث الانتباه إلى علامات المصحف وأحكام التجويد التي درستها تجد أحيانا في المصحف علامات قد تتساءل ما المقصود بهذه العلامة بعض العلامات علامات تدل على وجوب الوقف إذن لا بد أن تقف بعض العلامات تدل على مثلا استحباب الوصل صلي تصل الأفضل الصلة أو قلي الأفضل الوقف كلاهما جائز الوصل والوقف جائز ولكن الوقف هناك أولى وفي صلي الوصل أولى فننتبه لمثل هذه العلامات أيضا علامات المدود كل هذه علامات لا بد أن ننتبه لها وهناك من العلامات ما يدل على أن الحرفة مظهر فننتبه لكل هذه العلامات علامات الترقيم أو الموجودة في المصحف نستمع الآن والمصاحف بين أيدينا لتلاوة كلام الله جل وعلا أتمنى أن يكون الجميع مستعدا والمصحف بين يديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم بعد أن استمعنا لهذه الآيات الكريمات دعونا نقف مع بعض الأحكام الموجودة في هذه الآيات دعونا نقف مع بعض الأحكام التجويدية وبعض الأحكام في هذه الآيات أولا معنى التاء المربوطة والهاء التاء المربوطة والهاء بعض من يقرأ لا يفرق بين التاء والهاء سواء في الكتابة أو في النطق فعندما مثلا يكتب سورة التوبة تجعله يجعلها بلا نقط للتاء لأنه توقف فنطقها التوبة فهو يكتبها كما نطقها لا الصحيح أن هذه التاء المربوطة التاء فيها تثبت في الوصل وعند الوقف في النطق فقط لا ننطق التاء وإنما ننطقها هاء ولكن في الكتابة لا بد أن نجعل عليها نقطتين حتى نفرق بينها وبين الهاء هذه هي التاء هذه هي التاء إذا وقفنا عليها نقول التوبة وإذا وصلنا نقول التوبة عن وأما هذه فهي هاء لا تتغير لا وقفا ولا وصلا الثالثة التاء المفتوحة هذه أيضا تختلف فهي ثابتة في الوقف والوصل نطقا وكتابة إذن عندنا نفرق بين هؤلاء الثلاثة أو هذه الأحرف الثلاثة حتى لا تلتبس علينا عند القراءة وعند الكتابة ننتقل الآن ننتقل إلى ملحوظة أخرى ننتقل إلى ملحوظة أخرى وهي نفرق بين الألف المقصورة وبين الياء وستأتينا في آيات قادمة هناك الياء في المصحف الياء في المصحف تكتب بلا نقط الياء المتطرفة تكتب بلا نقط كيف نفرق بينها وبين الألف المقصورة ننظر إلى ما قبلها إذا كان مكسورا فإنه يكون حرف ياء أو ننظر مثلا إذا كان عليها علامة مثل هذه فهي ألف مقصورة نستطيع بها التفريق بين الياء وبين الألف المقصورة نستطيع التفريق بين الياء والألف المقصورة طيب عندنا أيضا من الملحوظات في هذه الآية من الملحوظات في هذه الآية حروف المد هذه هذا حروف المد ننتبه لها حروف المد ننتبه لها هذا حرف المد في كلمة والهمز في كلمة واحدة فما نوع المد هنا المد في كلمة والهمز في نفس الكلمة نعم هو مد متصل واجب أم جائز نعم واجب المد واجب المد فننتبه لهذا المد ولا نغفله لأنه مد واجب فلا نغفله طيب وفي الختام لا يسأني إلا أن أشكر الله جل وعلا على أن يسر مثل هذه الدروس ثم أن أشكركم على هذا الحرص وهذا الاهتمام وفقكم الله وأسعدكم وأعانكم وسددكم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم